في مشهد يعيد إلى الذاكرة زيارة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك إلى الكدس عام 96 عندما نهر أفراد الشرطة الإسرائيلية ورفض أن يرافقوه أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشهد عندما وبخ عناصر الأمن الإسرائيلية خلال زيارته لكنيسة الكديسة حنة قرب باب الأصباط بالكدس ماكرون الذي يزور إسرائيل تلبية لدعوة منها للمشاركة في حياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر أوشفيدز النازي زار رامالله حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وفيما كانت مباحثات ماكرون مع المسؤولين الإسرائيليين في الكدس تتمحور حول الملف النووي الإيراني فإن ملفات الصراع مع إسرائيل كانت على طاولة البحث مع الرئيس عباس الرئيس الفلسطيني الذي أولى هذه الزيارة أهمية كبيرة طلب من نظيره الفرنسي التدخل لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية ووقف الاستيطان فيها بما في ذلك الكدس إضافة إلى ممارسة باريس ضغطا على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في المدينة المقدسة وعلى الرغم من أنه لم يحمل مبادرة سياسية تحرك المياه الراكيدة بين الفلسطينيين وإسرائيل إلا أن الزيارة التي وصلت بالهمة سعى أيضا من خلالها الفلسطينيون إلى إقناع ماكرون بالعمل مع إسرائيل من أجل مدينة بروتوكول باريس الاقتصادي إضافة إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود 67 لمدينة ماجد سعيد رمالله